مملكة البحرين مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال المندوب الدائم أن اعتماد قرار الجمعية العامة يعكس مطالبة العالم باتخاذ إجراءات لوقف هذه الحرب المدمرة وقد حان الوقت للاستجابة إلى هذه النداءات لافتاً إلى أنه في ظل الظروف القاسية تتمثل الأولوية القصوى في حماية المدنيين على جانبي الصراع وأن على المجتمع الدولي ألا يتوانى في إدانة أي عمل يؤدي إلى خسارة أرواح بريئة وخاصة الوقوف ضد قتل الأطفال والنساء وقال المندوب الدائم أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تؤكد أن حل الدولتين ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنباً إلى جنب في أمان وسلام ترجمة نانسي قنقر